غيرت التكنولوجيا كثيرا من ملامح حياتنا وعاداتنا وتغيرت معها نظرتنا للأشياء وطريقة تعاملنا معها وامتدت يد التقنية إلى عالم النشر والكتب باستحداث وسائل جديدة للقراءة تعيد تشكيل علاقة القارئ بالكتاب فبعد أن بقي الكتاب المطبوع عمود صناعة الثقافة والوعي يبدأ الكتاب الإلكتروني بالحلول تدريجيا محل الكتاب المطبوع مستعينا بانتشار التكنولوجيا واقتحامها كل مجالات حياتنا انشغل كثير من المثقفين في الآوينة الأخيرة بالمفاضلة بين الكتاب الإلكتروني والكتاب الورقي وتبنى بعض المثقفين نظرية وفول عصر الكتاب المطبوع لصالح الكتاب الإلكتروني إذ يستطيع القارئ تخزين آلاف الكتب في جهاز حسوب صغير بينما يتبنى فريق آخر نظرية عدم الاستغناء عن الكتاب الورقي وأنه ستبقى له مكانته لدى القراءة إذ يضمن لهم المتعة في القراءة وتصفح إن المكتبات تشكل كيانا معرفيا وجزءا من البنية التحتية لبناء مجتمع المعرفة في عالم يعولم فيه كل شيء لذا فإن الخطوة الأولى للخروج من مأزقنا الوجودي الحضري تبدأ بالاهتمام بالمكتبات وتشجيع التأليف وتطوير صناعة الكتب وإقامة المكتبات بصيغتها الورقية والإلكترونية ترجمة نانسي قنقر